لم تكتفي المرأة الصحراوية بتقديم الدعم المعنوي لشقيقها الرجل في مهمة الدفاع عن الأرض المحتلة لكنها قررت هي الأخرى حمل السلاح ودخول ساحة التدريب هنا في هذه الثكنة بمخيمات اللاجئين الصحراويين الكثيرات وهن في ريعان الشباب قررنا التجند ضمن صفوف الجيش الصحراوي شعارهن واحد التحضير للدفاع عن هدف تقرير المصير في هذه المدرسة اللي أراهي قدامكم بنات المقاتلين والشهداء والمنادلات من الجندين خلف الجبهة الشعبية ومستعدات للتضحية ونعم كل ما تقره الجبهة الشعبية من قرارات المرأة الصحراوية مستعدة بالأمس كما هي مستعدة اليوم داخل ورشة الخياطة هذه تسارع فاطمة وقارناتها الزمنا لصناعة بدلات عسكرية نقوموا الصحق بإنجاز البدلة العسكرية لأخوتنا في الميدان نقول لهم علينا نشدوا على يديهم ونحن معاهم في الصراي والدراي وجاهزوا للحرب وكل الوطن أو الشهادة المرأة الصحراوية التي تحمل قاضية الوطن في القلب تساهم بطريقتها لدعم جيش التحرير الصحراوي نساهموا في مساعدتنا لأخوتنا وأبائنا اللي يمشاء وكافحوا من أجل الوطن ونقول للمغرب عن نارا ما نفتصلين مع أرضنا لنحرها كاملة ولا نموتوا شهادة ونقول الجيش الشعبي مولي عن نارا نحن كنساء قادرات نتحق به بإذن الله وماذا أحقوا أراهم وطالب كل الوطن أو الشهادة بين تقديم الدعم المعنوي والتواجد في الصفوف الأولى ها هي المرأة الصحراوية تفتح صفحة أخرى من صفحات النطال والكفاحة لتحرير الوطن إلى جانب أخيها الرجل